تصنيف شخصتها إيه؟ نرجسية؟ لا يعني مش نرجسية، ده برضو جهل على إن هي شلت مسؤولية من قبل كده من صغرها أو جوزة مات بدري فالسلطة، التحكم، ممكن تقولي برانوية شوية إنه إحنا بنحب المظهر النرجسي ما بيعملش كده، هي ما بتقزيهاش بنفسها، هي بتقزي لغة صح؟ بتقولها كلام جائع، بتكسر، مش شقاوة، يعني ما لما تشوش شقاوة بتعور بابن ابن كبن دعني نقولك حاجة، الجدات عموما يعني معظمهم مش متعلمين في السن الكبير، فعندوهم عفوية في الكلام بس إحنا يمين، الحنية لا تدرس أنا بتكلم عن اللغة، على استعمال الألفاظ ما أنت عملت شقاوة، طب ما تشوفيها الأول ما كلنا بيقول كده أنت عيل شقاوة بس شقاوة هو مكسور إيده؟ من شقاوة، أنا بقولك إن الجدات بيستعملوا ألفاظ طبعا أصير بتقولك أنا إيدك كسرت فقرأت لي أنت عملت شقاوة يعني ما عندي إيش مشاكلة إلي أنت عملت شقاوة في أي وقت وقعت من على الكنبة بتلعب تلصي إيده دي مكسورة؟ لا دلوقتي بنقول لما الولد بيتكسر وبتعور من شقاوتك بس بتتقال بطريقة حلوة طبعا إذا هو أعبتنا شقاوتك تعبتنا أعبتك بش لسه مكسور من كاميمة عشان شقاوتك ويمكن يكون في كلام إحنا ممكن نتقبله من الأب والأم مش بنتقبله من جد والجدة؟ ده طبيعي؟ لا ده مفروض أن الجده جد أحن بالمناسبة يعني إحنا نتقبل من جده الأب والأم بيعلموا الجدة ببوز عارفة الإحساسي يعني نساستم والجدة ببوز كل حاجة ممنوع شجر ممنوع شبسي جدة دي كل حاجة تتكلم قاله هي عايشة مع جدتها أيوة أكتر طفلة جامعة تفعش الكلام وجايه بسويتس مثلا من المدرسة ففعلا هم بيبوزوا الأطفال غسر من العالم بيدلعون بزيادة حناية زيادة العامة دي بقى إيه لا دي سلبية جد عايشة يعني في بابره الوحدة سلبية زي دي عارفة أن كلامها هيمشي على أخوه لا خانيني بقى وضح لك نقطة من موضوع الحنة عشان غيزاني قوي الحنة؟ طيب هما بيكلموا في المظاهر فالمانيكير ده إيه؟ حرام ما ينفعش نحط مانيكير عشان ده حرام بيمنع وضوء الصلاة عشان الصلاة طيب فظاهريا قدام الناس آه فالحنة مش هبهوز الوضوء صحيح برافو عليك فعدد ترجمة نانسي قنقر